فيه تناقض هنا في النص فنحن عايزين نفهم التناقض ده علشان نرد بيه على الناس اللي بتهاجم العهد القديم وإله العهد القديم في سفر العدد 16 ومن عدد 31 بيقول إنه الأرض ابتلعت طورة تمام ومزمور 106 يقول إن النار أكلتهم هي الأرض ابتلعتهم ولا النار أكلتهم ده حتى في سفر العدد نفسه في عدد تاني في نفس الإصحاح وفي عدد تاني بيؤكد برضو إن النار أكلتهم فيه تناقض إيه اللي حصل بالزبط النار أكلتهم ولا الأرض ابتلعتهم بسيطة جدا يعني أنا بقول للي بيسأل أقوله إن هدف الوحي يسجل لنا إن الخطيئة لها عكاب ودايما بنقول وعايز أركز هنا العكاب لمين لشعب الله يلي فاكرين إن الرب بيعاقب دايما اللي مش شعب الله الأمم قد الرب بيعاقب ناس من صبت لاوي وبيعاقب ناس من شعب إسرائيل ومن صبت رأوبين القصة كالآتي لما درسنا النصوص كلها مع بعض سفر العدد والمزامير وغيره غيره القصة مشت كالآتي أنا وصلتكم لغاية لما موسى قال لهم مفيش مشكلة تعالوا وقدموا هاتوا المجامر بتاعتكم وقدموا أراح قورح خد معاه أراح ياخد داثان وأبيرام أرافضوا فضلوا في الخيام بتاعتهم خد معاه مين قورح خد معاه المتين وخمسين خد بالكل قصة خد معاه المتين وخمسين وراح عند باب الخيمة عشان يقدموا فقورح راح ومعاه المتين وخمسين داثان وأبيرام فضلوا في خيامهم موسى رجع من عند باب الخيمة عشان يقول لداثان وأبيرام تعالوا تمام فموسى وهو راجع يقول لداثان وأبيرام اللي بتعملوه غلط عمنا كورح رجع مع موسى رجع مع موسى عند داثان وأبيرام عشان يسنتهم يقوم معاهم يأيد موقفهم فلما راح هناك اللي حصل هو كالقاتي اللي يدرس القصة نار نزلت وأكلت المتين وخمسين وفي نفس التوقيت الأرض تفتحت وتشقت وبلعت الجماعة دول بالخيم بتاعتها كورح وداثان وأبيرام تخيل كده؟ فالنار نزلت أكلت المتين وخمسين والأرض تشقت وبلعت كورح وداثان وأبيرام يعني العقابين حدثوا في نفس اللحظة هنا في نار وهنا الأرض تشقت وبلعتهم فلما دا يقول إن نار ابتلعتهم لكن المشكلة إن الناس بتقرى النصوص متفرقة عارف زي لما نلاقي في الأناجيل كده يجي لك واحد يعترض يقول لك إيه المسيح وهو ماشي في الطريق الفلاني قابل أعمى بينما البشير الثاني يقول لك ده قابل أعميان قادي هنا فيه تناقض يا عمي تناقض إزاي ما فيش تناقض وهو ماشي قابل أعمى بعد شوي قابل أعميان البشير ده ذاكر قصة شفاء الأعمى ده والبشير ده ذاكر قصة شفاء الأعميان القصتين موجودين والقصتين حصلوا ده بيقول إن النار نزلت أكلت مين المتين وخمسين ده بيقول الأرض تشقت وبلعت مين كورح وداثان وأبيرام وارتبط العقاب بتاع كورح وداثان وأبيرام مع بعض لأن هم اللي ضبروا المؤامرة المكيدة المكيدة هم التلاتة مع بعض فكان عقابهم كده إن الأرض تشقت وتبلعهم ودول كان عقابهم كده نار نزلت ربما دول لأن دول ربما يكونوا اقتربوا بالمجامر بتاعتهم فحصل معاهم نار زي ولاة هارون ودول كانوا رجعوا عند الخيام الخيام بعيدة عن الخيمة الخيام اللي هم ساكنين فالأرض تشقت وبلعتهم لا يوجد عندنا تناقض ولا أي شيء